حالة أخرى في هذه المباراة في الدقيقة 32 احتساب مخالفة ضد القوة الجوية نشاهد كابتن كاظم شوف هنا الدقيقة 32 طبعا حالة مهمة لأنه نتج عنها هدف وكان هناك اعتراف طبعا هنا هي حالات تقديرية دائما احتساب المخالفات احتساب المخالفات طبعا بالتأكيد هو حالات تقديرية للحكم يقدرها هنا شوف هنا عندنا حالتين حالتين رأيين الرأي الأول أنه اللاعب المدافع لم يحتك بالمهاجم وقبل لا يحتك بالمهاجم اللاعب الأخضر اللي هو لاعب كربلا عمل يعني يعني انحناء للأسفل بحيث وضع اللاعب اللاعب الجوية في موضوع غير صحيحه بالتالي أسقط أرضا فيفترض أنه تكون المخالفة علما لفريق القوة الجوية الرأي الآخر أنه اللاعب الجوية احتك قبل لا أنه اللاعب الأخضر لاعب كربلا يعمل عملية الانحناء وهذا أنا أروح معه يعني رأيي وبالتالي أثب مع قرار الحكم باحتساب المخالفة لأنه الزاوية عندنا الزاوية غير واضحة جدا أنه هل اللاعب أنه قبل لا يحتك به عملية الانحناء أو بالعكس فبالتالي من هاي الزاوية أنا برأيي أمشي مع قرار الحكم رأيك واضح دكتور والله بالنهاية نشوف موقف الحكم يعني كون ما بين ثمانية وردات ثلاثة سيارتات وكان يحاول يخلق لنفسه زاوية رؤية سليمة هاي من الحالات التقديرية يعني ممكن إي وممكن لا بس بالنهاية نذهب مع قرار الحكم